محرم له أبعاد كثير الإمام الحسين صلوات الله عليه له أبعاد متعددة هناك البعد الفقهي في حياة الإمام الحسين البعد الأخلاقي في حياة الإمام الحسين البعد التاريخي في حياة الإمام الحسين البعد الشعائري الذي يتعلق بالإمام الحسين هناك بعد خامس يجب أن نهتم به وهذه الأيام فرصة للعودة إليه ثقافة الإمام الحسين معارف الإمام الحسين طبعا معارف الإمام الحسين هي معارف رسول الله صلى الله عليه وآله هي معارف أمير المؤمنين إحنا عدنا قصور هائل في هذا الجانب أئمة أهل البيت صلوات الله عليه بيّنوا المبدأ المعاد الحقائق بيّنوها مو فقط هذه الحقائق المنظومة الثقافية لأهل البيت تحتوي جميع الحياة إنتوا الآن إذا في مجمع اطرحوا هذا البحث اطرحوا هذا السؤال الحاضرون كم حديث يحفظون عن الإمام الهادي يحفظون عشر أحادي في محفل في مجمع نعرف عشر أحاديث عن الإمام الهادي النبي صلى الله عليه وآله ما قال في كتب الفريقين إني تاركون فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا في حديث آخر قال كهاتين ولا أقول كهاتين لأن هذه الإصبع تختلف عن هذه الإصبع كم نعرف من معارف القرآن الكريم ما ينطبق علينا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ما تركنا أهل البيت كثير مننا عشرة أحاديث اطرحوا في مجمع تحفظون عن الإمام الحسين عشرة أحاديث الإمام الحسين المشهور العام السيد المشتبى حفظه الله كان يقول إحدى الأشياء الضرورية في الهيئات في المجامع مسابقات لحفظ أحاديث أهل البيت أحاديث أهل البيت مهملة مهجورة مسابقة حفظ أحاديث أهل البيت اشتركوا في القناة شكرا